موسيقى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم سؤال وجواب نجيب إن شاء الله في هذه الحلقة على عدد من الأسئلة والاستفسارات الفقهية التي أرسلتمها إلى المنصات الظاهرة على الشاشة أمامكم يسعدنا في هذه الحلقة أن نستضيف فضيلة الشيخ سمير صالح مدرس مادة الفقه وأصوله في الثانويات الشرعية في دمشق سابقا نرحب بكم شيخ سمير حياكم الله أهلا ومحلام بكم شيخ سمير شيخ سمير نبدأ من سؤال يقول صاحبه مع حكم أكل الدجاج المذبوح في أمريكا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه حكم أكل ذبائح أهل الكتاب هذا هو المختصر لهذا السؤال حكم ذبائح أهل الكتاب أولا في الذبائح أيها الإخوة الأكارم ننظر إلى جهتين إلى طريقة الذبح من جهة الذبح والذابح من هو الذابح؟ مسلم كتابي ملحد وثني من هو الذابح؟ بحسب الذابح نقول بالحل والحرمة هذا من باب أول ثانيا نقول كيفية الذبح؟ هل كان الذبح بالتزكية الشرعية؟ أم كان الذبح بطريقة أخرى خنقا أو سعقا أو ما إلى ذلك؟ فحينما يكون الذبح زكاة شرعية إن كانت من مسلم فلا خلاف عليها وإن كانت من أهل الكتاب فقد أجازت لنا شريعة هنا ذبائح أهل الكتاب بل أجازت المجامع الفقية الحديثة للزائر لأوروبا وأمريكا لبلاد أهل الكتاب أو للمقيم في تلك البلاد أن يأكل من ذبائحهم بشرط أن يعلم أنها من أنواع حلال أصلا هي من أنواع مأكولة اللحم وليست من أنواع محرمة اللحم فطالما أنها من مأكول اللحم فقد أجازت للمجامع الفقية الأكل من طعام أهل الكتاب إذن الذبح من هو؟ مسلم أو كتابي لا حرج في ذلك ملحد أو وثني في مشكلة أخرى طريقة الذبح هل هي طريقة شرعية أو غير شرعية؟ أحيانا درجة بعض العادات حتى في سوريا للأسف شيخ سمير يقومون بضرب الدجاج قبل ذبحه أو يتم ضربه أو صعقه أحيانا السمك السمك العايش كما يقال يضرب بالعصى وامثما يعني بعد ساعة أو ساعتين ربما يعني يتم بيع بهذا الشكل لا حول ولا قوة إلا بالله نبينا المصطفى عليه الصلاة والسلام يعلمنا إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وإذا قتلتم فأحسنوا القتلى وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته نحن لا ننتقم منها بل الأخطر من ذلك لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتخذ الحيوان هدفا أي غرضا للتعذيب سواء برمي أو بإصابة أو بعصى هذا لا يجود لعنه رسول الله ما ينبغي الإساءة لهذا الحيوان هذا مخلوق وهذه نفس منفوسة لها كرامة ومكانة عند الله تبارك وتعالى أجيز لنا ذبحها لأكلها ذبحها بغير الأكل لا يجوز هذا منهي عنه ذبحها بهدف أن تكون غرضا للسهم أو غيره هذا لا يجوز طيب بالنسبة للسمك شيخ سمير السمك أصلا لا يذبح نعم ففي حال ضربه بالعصر هل يؤثر ذلك على هل يؤثر على صحة أكله لا لا يؤثر بأنه حلال لأنه أصلا هو أحل لنا ميتتان وهذا من الميتة لا يؤثر لكن هل هذا الضارب مسؤول طبعا مسؤولا أمام الله يأثن إنما يضرب نفسا نفسها هذه روح روح وهو يسأل من الله تبارك وتعالى بل سؤاله عند الله عظيم ورد في الأحاديث وإن كان النص ضعيفا أن عصفورا يدوي يوم القيامة له دوي كدوي الرعد يدور حول عرش الرحمن تبارك وتعالى يقول يا رب سل فلان لما قتلني في غير مأكلة لا عصفور ويؤكان ما معنى أن أضرب سمكة ما معنى أن أضرب دجاجة بعصر ما معنى هذا هذا حقيقة خروج من الحالة الإنسانية إلى حالة من الوحشية والعياذ بالله تبارك وتعالى لا تجيزه الشريعة ولا تجيزه الأخلاق العامة في المجتمع سؤال آخر يقول يقول صاحبه حلفت على زوجتي بالطلاق فيما لو عادت ودخلت بيتا معينا بعد مدة أجبرها أخوها على الذهاب معه إلى هذا المنزل علما بأنها لم تذكر له يمين زوجها خشية منهم فهي يقع الطلاق خلينا أنتفق على حادثة أصلا أصيلا في هذا أن مسائل الطلاق ينبغي أن يكون السائل الشخص صاحب المشكلة مع المسؤول مع العالم لأن هناك كثير من الأسئلة يجب أن يسأل هذا الإنسان لما حلف؟ كيف حلف؟ ما هي الألفاظ التي حلف بها؟ لا بد أن يسأل فالإجابة على الهواء كحكم عام للطلاق هذه فيها إشكال حقيقة فنحن نقول لهذا الأخي الكريم حلفت على زوجتك اشرح سؤالك هذا لعالم في المكان الذي أنت فيه اسأله واششرح له سيسألك سؤال أول وسؤال ثاني وسؤال ثالث سؤال خامس سيسألك تجيب على هذا تأخذ الحكم هذه الزوجة مضطرة مكرهة مجبرة ونحن نقول أن نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم علمنا رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليها هناك حديثة في التاريخ للأسف أقولها أن الإمام أباء أظن أبو حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى في عهد المنصور أبو جعفر المنصور كان يحلف الناس على كتاب الله أن زوجته طالق إن حمث بعهده ببيعة الخليفة فأبو حنيفة قال هذا يمين لا يقع حلف يمين طلاق يجي الإنسان ويحلف على كتاب الله أن زوجته تطلق منه إن حمث بعهده مع الخليفة بالبيعة فقال أبو حنيفة هذا يمين لا يقع لأنه يمين مكره هذه المرأة مكرهة ولكن أحب أن أدقق في مسائل الطلاق لأنها خطيرة يا أخوانا الإنسان الذي يحلف يمينا وهذا اليمين واقع وحقيقي ويروح بعايش أهله بعد الطلاق الأول والثاني والثالث يحشر يوم القيامة زانيا في صار في أحكام شرعية مترتبة كثيرة على أولاده وعلاقته مع زوجته على حياة مستمرة مع بعض على الذرية التي ستنجب بيسأل بيوم من الأيام يا أخي بيتي فوضى أولادي عقق من أهل العقوق لماذا؟ لها أصل أصيل أنت وقعت فيه لذلك أخي اسأل عالما في حيك فصل له يفصل لك وتأخذ جوابا مريحا أنا بعرف أخوه والله فقد عقله يحب زوجته بس سلسانه فلتان أول مرة طلق وثاني مرة طلق ويروح لعند الشيوخ يروح لعند الشيوخ جاءني في دمشق قديما أذكر أنه ما ترك عالما ذهب إلى حمص ليسأل بعض العلماء أفتاه الجميع بطلاق زوجته والله رأيته بعدما كان رجل له قيمه والله رأيته قد التحى واتسخ ثوبه ويمشي في الطرقات كل مجنون تماما طب من أوصلك إلى هذا إلا لسانك اتق لها في هذا صحيح سؤال آخر يقول صاحبه فلاح أخرج زكاة زروعه من التمر الذي باعه أو باع بعضه وخزن بعضه إلى شهر رمضان في شهر رمضان ارتفعت قيمته فهل زكاته صحيحة أم يتوجب عليه إخراجها بناء على السعر الجديد خلينا نتفق على قاعدة أولية أن زكاة الزروع إنما تخرج من الزروع ما في شيء اسمه قيمة وآتوا حقه يوم حصاده صحيح في زمن مدة محددة كثيرون من الناس للأسف يقول لك أنا أخي بدي زكي عن زروعي في رمضان أخي هذا ليس فضلا منك ولا كرم أخلاق منك وليس لك ثواب عظيم على هذا أبدا الزرع في يوم حصاده تزكه إلا إن كنت بدك تأخره لحساب القيمة وهذا حقك ثانيا عندك قريب من أقاربك حبيب من أحبابك فقير هو الآن مسافر تنتظر عودته أنت تعرف أنه عودته قريبة لكي لا تفسد أيضا الزروع تقدم له هذه الزروع لما يجي هم بتأخر أما أنا أخر لرمضان من أجل أنه أنا بدي أكسب ثواب أو كذا هذا لا يصح بدي أخرج قيمة الزرع مصاري هذا لا يصح أنت هذا الزرع تخرج من أصل الزرع قيمته ويمتو بتفرق بين البعل وبين المروي والله بذلك سؤال آخر تقول صاحبته أيضا المسألة المتعلقة ربما بالأزواج والمشاكل الزوجية شيخ سمير نسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤلف بين قلوب الأزواج وأن يصلح ذات البين تقول زوجي يضربني ويشتمني كثيرا حتى أنه يؤلب أطفاله علي هجرني منذ أربعة أعوام ولا ينفق علي رغم مرضي وأنا ليس لي ولي غيره ماذا أفعله؟ يعني هجرني منذ أربعة أعوام كيف يصلوا إليك هذا واحد كيف يصلوا إليك وكيف يضربك لو قلنا أنها ما زالت زوجة وكل فترة بمر عليها هذا ممكن أن يحدث من الأزواج أنا بسأل لماذا هذا الأمر يحدث؟ أخوانا هذا له نقطتين أساسيتين أولا في خطأ باختيار الزوج بالأصل لما اخترنا الزوج النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن اختيار الزوج له ضوابط ومن ضوابط اختيار الزوج الدين والأمانة إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه صحيح طيب ومصرياته يا رسول الله قال ما في مصرياته طيب وثيابه الجميلة وسيارته ومعمله ما في هذا الكلام هذا يورث فعلا مشاكل فلابد من الخلق في البداية والدين في البداية فإن حصلنا على هذا يقينا النتائج ستكون سليمة لكن في المقابل تنكح المرأة لمالها طبعا أنا أتكلم الآن أهل الزوجة كيف ينظرون إلى هذا الزوج تنكح المرأة لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها قال فاظفر بذات الدين ليش؟ لأنه بجوزها ليك تعذبك صحي المال ما بيدوم صحي والله الجمال ما بيدوم بس بيدوم الأخلاق يا أخوانا لما ربنا بيّن لنا حكم الزواج وبيّن أنه مودة ورحمة قال أول فترة بتحبوا بعض بس بس راح تجي فترة تحنوا ع بعض أنت بيوم لأيام تمرض هذه الزوجة ستخدمك فماذا لو كانت أخلاقها فاسدة الأمر بالمقابل ماذا لو كانت أخلاقها فاسدة لذلك أنا أقول الآن هذه الزوجة ماذا تفعل يضربني زوجي لعل هذا الأمر له علاقة بفقد الرقابة المجتمعية اليوم خاصة اللي سافروا وخرجوا من بلادهم كانت تحت حامة بأهلها حتى بأهله بأقاربها بأقاربه اليوم فقدنا إلى حد ما الرقابة الجماعية الشيخ سمير اسمح لنا بفاصل ثم نتابع حديثنا بنفس السيان لا حاجة عزائي المشاهدين فاصل قصير قووا معنا أهلا بكم مشاهدينا في القسم الثاني من هذه الحلقة من برنامجكم سؤال وجواب نرحب بكم شيخ سمير مجلدا في هذه الحلقة كنت تتحدث شيخ سمير عن الزوجة التي يضربها زوجها ويسيء إليها نعم قلنا أن هذه الأيام حقيقة أيام غربة وأيام كربة ممكن أولا للزوجة في هذه الحالة أن تشتكي إلى أهل زوجها وإلى أهلها وأن تأتي الزوجة بخبراء مصلحين يصلحون الحال بينهما هذا من باب أول من باب ثاني ربما هي أصلا عليها أخطاء هي عليها مشاكل ينبغي أن تصلح من شأن نفسها وهذه ضرورة أحيانا الزوجات تغرق الزوجة في البيت والمطلح تنسى أن للزوج حقوقا الزوج يأتي من أعماله مكدرا متعبا هموم غموم كروب ما يجري الآن في البلد دائما كل يأثنا يعني يا لطيف نفوسنا الله يفرج صحيح فيأتي هذا الزوج إلى البيت ويرى الزوجة بهذا الشكل فعلا سيغضب هلأ يغضب يتمالغ غضبه إن كان من أهل الأخلاق والإيمان والتقوى في إنسان ما عنده هذه القيام صحيح ففعلا تنفلت أخلاقه أولا أنا أقول لها أنت أصلحي من شأنك أختي الكريمة أصلحتي من شأنك ما استجاب حكم من أهلك وحكم من أهله ما مشي الحال نذهب إلى القوانين ما مشي الحال بعد فترة من المحاولات نطلب الطلاق نقعد في حلوب نطلب الطلاق لأن الحياة متعسرة لأن هذا نوع من الإضرار عطل حياتها هجرها ضربها ولياذ بالله ألب أبنائها هنا أيضا مسألة أخرى شيخ سمير تقول أن زوجها يؤلب أولادها عليها بالنسبة للأطفال يعني القلم مرفوع عنهم لكن بالنسبة للكبار ماذا لو طلبت الأم من ولدها أن يعقى والده أو العكس ما من شك أبدا طبعا الولد إن كان بالغا فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ما ينبغي أن يطاع الوالد في هذا لا من قديم سواء كان والدا أو والدة ما ينبغي أن يطاع في هذا لكن ولد صغير ويؤلبه الوالد أو الوالد هذا إثمه كبير عند الله تبارك وتعالى لما يفسده من المجتمعات والعياذ بالله تبارك وتعالى نحن تعلمنا البر بالآباء وهو مهم صحيح لماذا لا نتعلم البر بالأبناء كيف أربي ولدي أنا على محبة أمه وإكرامها وتبجيلها وتعظيمها كيف أربي زوجتي أن تتعامل مع ولدي كابن تبره هي لحتى هو يبر بيوم لأيامه أنا بر الأبني حتى يبرني بيوم لأيام يعني كما أن للآباء حقوق هناك للأبناء حقوق على أهم نعم الرجل الذي جاء إلى سيدنا عمر يشتكي ولده قال ما اسمه ولديك قال جعل قال جعل قال نعم قال وهل هناك من يسمي ابنه جعل عققته قبل أن يحققك حتى في الاسم نعم سبحان الله طبعا عققته قبل أن يحققك فلا شك أن هناك بر من الوالد للولد لازم يتبر أبناء حتى في الاسم الولد نعم له حق على الوالد طبعا وعلى الوالد كذلك سبحان الله نعم سؤال آخر يقول صاحبه ما حكم الاستماعي للأغاني دخلنا نقول أنه الغناء كلام فالكلام له حكم الكلام الإمام الغزالي قسم الكلام إلى 25 قسم أقسام الكلام حسنه حسن ورديئه رديئ فكل كلام يخدش الدين أو القيم أو الأخلاق أو يفسد المجتمعات فهو حرام حقا هذا نوع ونوعين بقيت الكلام كلام مباح كلام جائز أحيانا يكون مستحبا بل أحيانا يكون واجبا إن كان هذا الكلام في مكان فيه فساد وجاء من يترتل وهو يذكر الله تبارك وتعالى بكلام عذب كما فعل أحدهم في زمن سيدنا عمر وقالوا له يا أمير المؤمنين إن فلانا يصلي فينا إماما ثم إذا ذهب إلى حجرته غنى هذا كلام كبير ذهب سيدنا عمر ليستمع إلى كلامه فبكى من عظيم مناجاته لله تبارك وتعالى قال لهم يا جماعة من كان له صوت فليغني مثل ما يغني إن كان في محبة الله قد يكون واجبا حسب الظرف الواقع قد يكون مندوبا حب الوطن من الإيمان فلو غنى للوطن لو غنى للقيم للأم للوالد للوالد للشهيد هذا لا بأس به أبدا لكن لما يغني بكلام سفيه وكلام دون الأخلاق وكلام يحرض على الشهوات والعياذ لا هذا كلام حرام لا خلافة في هذا هذا نتكلم عن الكلام لا عن الموسيقى موسيقى لها أحكامها أحكام أخرى سؤال آخر يقول صاحبه أنا خياط أعمل في خياطة الألبسة وأحيانا تريدني بعض الموديلات التي فيها ألوان أو زركشة أو ضيقة أحيانا ما حكم عملي يا سيد الكريم بالنسبة للخياط نسأل لمن يخيط هذه الثياب هذه الثياب أخوانا تخاط فتلبسها المرأة في بيت زوجها وربما يكون هذا واجب شرع عليها واجب شرع عليها وقد تجي إنساني وتلبسها في الشارع الإثم على من الآن الإثم على هذه التي لبست في الشارع على من لبست نعم في الشارع والثواب والبر على هذه التي حسنت نفسها لزوجها تخيلوا أخوانا أن سيدنا بن عباس رضي الله عنه وأرضاه كان يقول إني لأتزين للقاء أهلي كما أحب أن تتزين أهلي للقائي نحن لازم نلبيت مشكلة كبيرة هي عند الرجال لا تزعلوا منها يا جماعة الرجل يحب أن تكون زوجه في البيت بأبها حلة بس هو لما يجع البيت دائما راكز إلا في البيت هذا ما يناسب فخياط الآن يخيط الثياب طالما أن هذه الثياب تلبس في مكان مناسب لا هي مناسبة تلبس في مكان غير مناسب مسؤول عنها من لبس هذه الثياب وليس الخياط لا حرج عليه إن شاء الله سؤال يقول صاحبه ما حكم شراء البيوت على البنك كما يقال البنوك خلينا نتفق أنها ريبوية وغير ريبوية الأصل في شراء البيت أصلا أن أشتري البيت من مالكه البنوك الإسلامية حسب علمي حسب علمي البنوك الإسلامية تقول لك اختار البيت فتختار البيت فيشتريه البنك فيصير مالكا للبيت فتشتري أنت البيت من البنك كمالك بيحط عليك سعر وسعر أكبر وهذا وضع طبيعي وتجوز زيادة السعر مقابل زيادة الأجل إذا كان بالتقصيد أنت تشتري من مالك ولو زاد عليك السعر مقابل الأجل هذا لا حرج لا حرج لكنني أشتري لا لا حرج لكنني الآن أشتري من مالك إذا اشتريت البيت من بنك الريبوي هنا في مشكلة شرعية في الريبا أصلا إن اشتريته من بنك لا يشتري إنما يكون وسيطا فأنا لا أشتري من مالك هنا تقع الحرمة في الريبا وفي أنني أشتري من غير مالك سؤال آخر يقول صاحبه ما حكم عملي الزوجة زوجتي تريد أن تعمل وأنا لست محتاجا وهي ليست محتاجة أيضا هل يجوز لي أن أمنعها من العمل معنى شنقسم السؤال لشطرين الشطر الأول ما حكم عملي الزوجة الزوجة المرأة ما حكم عملي المرأة يا أخوة أن المرأة من حقها أن تعمل بل أحيانا يجب عليها أن تعمل كيف إذا مرضت زوجتي من يطببها عند الفقهاء أسأل أنا الآن الفقهاء قالوا تطببها الطبيبة المسلمة فإن لم نجد قال فالطبيبة الكتابية فإن لم نجد فالطبيبة غير الكتابية أيضا لحتى نصل بعدين لا الطبيب المسلم لاحظ إذن هناك ينبغي أن يكون للمرأة بطبابة المرأة علاقة من يعلموا بنتي أنا لا أنسى في الثمانينيات لا أنسى أبدا لما جاءت هجمة البعث الشرسة بعد حملة حماه والقتل والتذبيح في المسلمين جاءونا بما يسمون مدربين فتوة الفتوة الفتوة ككلمة أطلقها الشيخ مصطفى السباعي رحمه الله تبارك وتعالى وكانت لإنشاء جيل مؤمن صالح يخدم دينه ومجتمعه حرفوا المعنى وجاءونا بمدربين ومدربات فتوة والله أنا لا أنسى أبدا كيف كانت تجر المرأة من ثيابها في المدرسة وتعريها وتعريها نرى للأسف جسد بناتنا أو شعر بناتنا أجباري ممنوع الحجار في المدرسة كان في قسوة وكان في جلافة كبيرة جدا من المجتمع إذن حكم عمل المرأة في الأعمال الضرورية التي تحتاجها المرأة قد يكون عملها واجبا أو مستحبا أو مباحا تمام هذه المرأة في بيتها زوجة مكتفي الحمد لله هي مكتفي يروم أن متعلمة زوجها لا يريد لها أن تعمل من حق المرأة أصلا أن تعمل إن كان العمل شرعيا ليس فيه اقتلاط وليس فيه كذا من حق أن تعمل اتفقنا على هذه المرأة اتفقنا على زوجها لا يريد لها أن تعمل الأصل في حياة المرأة هو البيت هو تربية الأبناء هو إنشاء الأسرة لماذا نقول المرأة نصف المجتمع نحن نقول المرأة كل المجتمع لأنها من تربي أبناء هذا المجتمع ذكورا وإناثا فتؤهل الزوجة الصالحة لتكون زوجة طبيعة المؤمنة شيد سمير البعض قد يعتبر كلامكم أنها فقط للبيت وخلقت للبيت أو خلقت للمنزل لكن ربما المقصود التربية أنها مناطة بالتربية وأنها ربما مناطة بمسؤوليات أكبر من مسؤوليات الرجل حتى لا يفهم كلامكم لا أبدا خلينا نتفق أنه نحن جوابنا بالبند الأول أنه لا من حق المرأة أن تعمل قد يكون العمل على المرأة واجب لكن هنا نقول في البيت نحن في البيت في قوامة وفي أسرة وفي قيام للأسرة وقيام للأسرة مقدمة على كل شيء وفساد الأسرة مصيبة فإذا اتفق الزوج وزوجته على عمل هذه المرأة فيما لا معصية للخالق فيه فلا حرج في هذا أبدا طب اختلفوا والزوج لا يريد لها أن تعمل قد ما يختلفوا قد هي ترضى مع الزوجة وخلاص نتهي المشكلة اختلفوا الأصل طاعة الزوج يا أخواننا إذا نخلي كل الشعب رؤساها ما بيضل شعب بعدين صحيح لابد في كل مكان من أمير أمير البيت الرجل وحققوا في القوام حققوا في قوام أخلاقية وليس بإجبار ولا بإكراه بل بإقناع وبإلزام حجة وبكلمة طيبة وبكلمة جميلة يقنع هذه الزوجة أنه نحن مقامنا تربية هذه الأسرة طيب شيخ سمير لو كان العكس هي لا تريد أن تعمل وهو كان محتاجا يريد منها أن تعمل وهي لا ترقب لا يجب عليها أن تعمل لا يجب عليها أن تعمل من واجبه أن ينفق عليها في كل أحوالها وإن كانت غنية هي ليست مضطرة أن تنفق على زوجها أبدا ليست مضطرة لهذا أبدا تقعد ببيته على راحته شكر الله لكم شيخ سمير سامحونا انتهى الوقت المخصص لهذه الحلقة نشكركم على حضوركم معنا وأنتم الشاهدين العزاء نشكر لكم حسن متابعتكم وإصغائكم نلقاكم إن شاء الله في حلقة اللاحقة انتظرونا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة